هذه الهدف يمتون في طرز بل كل شيء جديد حواج سنادل أقاشر مانطات كل شيء يتفاجئ جديد يطير لأنه يجب أن الخطوك يحجب بل ممتاز يجب أن يجب أن يحجب وليس يجب أن يتفاجئ من الأول أن يحرقه أو يشرقه أو يمشطه مواد على مواد مثل جافيل أو جاول تسلعة قيمة عنهم لن تجعل الوحيد يذهبون. وهم لا يريدون أن يحزون ونطارهم. ويستطيعون أن يحصلون. وما يمكن أن يكون قلب الاخر. أن يكون محلوه. وقالوا لأنه سوف يكون حالاتك. لأن هذا شيء الذي لا يصل لدولة سوف يجعلون لهم مشكلة. ولماذا كان هذا يتلحق؟ لماذا لا يتمنى الجمعيات؟ مع العلم أنه الدولة هي التي تخلص هذه الجمعية. يعني الجميع يأتيهم الدعم من الدولة بالتالي هذا الشيء يقدر يتم إعادة تدويره ويمشي الناس الذين يحتاجونه خصوصاً في المريكان هناك الناس الذين يعملون الزنقاء يخصم معنات او الناس الذين لديهم إمكانيات يخصم الحويج او الناس الذين لديهم الأولاد او مخداميش هؤلاء المشاكل هناك الكثير من المريكان لكن هذه الشركات لا تفكر في هذه الناس لا يوجد مثالي قبة يجب أن يأتي هذا الشيء لا يجب أن يتلاح الزنقاء وللأسف أوروبا صار يمين فادمس أهلا حتى مع شركات الكبار لا يجب أن يحرقوا الحويج ولا يجب أن يقوموا إعادة تدويرهم ويجب أن يحرقوا بطلهم 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 قبل أن التامان لا يضع القيمة السوقية مثلاً نضع غوتي غوتي لا يتبع لهم بطلهم بطلهم ويجب أن يقوموا بطلهم مثلاً نضع أخر مكان في إيطاليا مثلاً في المغرب نضع الموضة هذا العام ونضع الموضة العمليفات الذي يريد أن العمليفات لديه والذي يريد أن يتبع مرحباً أخرج أخرج من تبقى أخرج يجب أن يدعوا يجب أن يرحب مالك يتحرق مالك من تسمع يتحرق ويجب أن يرحب الماركة العالمية يتبعوا كيف يغلب ويجب أن تبعوا لأن اليد العاملة تكون في بنغلاديش أو في دولة فقيرة يأكلون دم لهم. الأشياء الأكثرية لا يأكلون من ماكس مارا أو من قوتي أو من برادا. الناس الذين يأكلون هذا الفساتين يأكلون من دولة فقيرة.